موسيقى الدريح الملكي الموريطاني هو معلم تاريخي تسخر به بلادنا محمي ضمن التراث العالمي مشاهدين أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج هادي بلادي موسيقى شكل الرواق مستدير وهو يدور من الجهة اليمنى نحو اليسرى فيرسم دائرة تكاد تكون تامة سيد فتح ربما هذه المشكات هي الوسيلة الوحيدة التي كانت تضيء المكان في تلك الفترة وكذلك هي دليل على أنه بعد بناء هذا الدريح كانوا يجوزوا روح الناس نعم هذه المشكات أو هذه الكوات عددها كما قلنا 51 كوات تسمح بإنارة المعلم ما يمكن الزائرين من التجوال أو الزائر لهذا الزارح من التجوال بسهولة أثار نجد أثار الحال قال هذه الكوات دليل على أن المعلم أو الزارح لم يبنى فقط ويغلق بصفة نهائية فيما معناه أن المقربين كان يمكنهم زيارة هذا المعلم أو زيارة تقابر أو قبور الموتاهم كون المعلم ضارح ملكي مشترك ويبتدئ من الباب الشرقي ثم يمر بالأبواب الوهمية الشمالية والغربية والجنوبية وبعده نتجه إلى مركز البناء فنصل إلى باب موجه نحو الشرق مغلق بمسلفة تؤدي إلى غرفة صغيرة نشوف سيد فتح أنه نحن في رواق الزارح نشوف أنه يدياق الرواق بالتدريج ما هو السبب هذا التديق هذا اللي نشوفه فيه؟ نعم، الرواق عنده تقريباً عرض واحد انطلاقاً من الغرفة أو بهو الأسود وصولاً إلى هذه النقطة بالذات وينه يتناقص نوعاً ما العرض تعوه الرواق طوله حوالي 141 متر ذو عرض حوالي 2.05 متر وصولاً إلى هذه النقطة وينه يوصل حتى 1.90 متر عنده ارتفاع يوصل إلى حوالي 3 متر يشكل انطلاقاً من النقطة الأولى أو من بهو الأسود عبارة عن دائرة يدرح كامل حول المعلم وصولاً تقريباً إلى النقطة التي انطلق منها لكنها عبارة عن دائرة متناقصة القطر فهذه النقطة بالذات وينه نشاهده هذا الرواق راح يكسر تلك الدائرة اللي يدخل ما يخرج في النقطة اللي يبدأ منها باش ما يخرج في النقطة اللي يبدأ منها يكسر تلك الدائرة وصولاً إلى الغرفة الجنائزية اللي يتم الولوج إليها اللي راح لها يتم الولوج إليها عن طريق باب ذو مزلاقة يعني الباب هذاك يمكن يمكن رفعه هو عبارة عن حجارة يمكن رفعها وخفضها باستعمال أداوات يداوية نحن الآن في قلب هذا المعلم التاريخي هذا الضريح الضخم وتحديداً أمام هذا الباب الضيق المسمى باب ذو مزلاقة والمؤدي إلى الغرفة التي تأتي قبل الغرفة الجنائزية نحن الآن في الغرفة الغرفة التي تسبق الغرفة الجنائزية هذه الغرفة أصغر من الغرفة الجنائزية مقاييسها حوالي أربعة متر طول واحد فاصل خمسين متر في عرض وارتفاع يصل تقريباً إلى ثلاثة متر هي غرفة فاصلة ما بين الممشى والغرفة الجنائزية يتم الولوج إليها من باب ثالث ومنها إلى الغرفة الجنائزية كذلك عن طريق باب آخر مبنية بنفس طريقة البناء فيما يخص تقنية البناء هي نفس الطريقة دائماً حبارة عن حجارة كبيرة على المنحوتة نشاهد وجود حجارة كلسية صدفية إضافة إلى الحجارة كلسية ذات اللون الأصفر هي تقريباً عبارة عن حجارة تشبه الحجارة الرملية كذلك نوجد آثار لاستعمال مواد بناء التي كانت شائعة في تلك الفترة وهي الجير الذي كان يستعمل خاليط من الجير والرمل والماء الغرض منه هو إلصاق الحجارة فيما بينها كذلك نجد هذا الصقف المقبب الذي بني دائماً بنفس الطريقة هي تقنية العقود من خلال جعل السند ثم يبنى هذا الصقف بعد تماسكه يتم نزع هذا السند ويبقى المبنى محافظاً على شكله وهذه القباب الدورة التي كانت تلعبه هي توزيع ثقل توزيع ثقل للمبنى على أطراف المبنى أو على الجدران ما فيما معناه أنه الوزن لا يكون كاملاً على القباب وإنما على الجدران وظيفة هذه الغرفة أولاً ربما كانت ليس هناك نتيجة أو نتيجة فوصلة فيها وإنما فرضية أن هذه الغرفة كانت تتم فيها بعض الطقوس قبل الهجوج إلى غرفة الميت من جهة ثانية هذه الغرفة نشاهد المعلم ككل يوجد فيها عدة غرف فيما معناه أن هذه الغرفة كانت للتمويه ربما أو كعائق لمن تسويل نفسها تسويل له نفسه والولوج لسرقة لسرقة هذه الكنوز التي كانت في تصورها في ذلك في تلك الفترة ثم نمر بدهليز وطيء آخر وبباب رابع أخير لندخل إلى الغرفة الثانية المسمات بالغرفة المركزية مزدانة بتلات كوات محدد كل واحدة منها على الجدران الواقعة شمالاً جنوباً وغرباً إذن نحن الآن في قلب الضغيحة في الغرفة الجنائزية ويش قد تقولنا على هذا المكان سيد فاتح؟ تفضل الغرفة الجنائزية هي للأسف لم يتم العثور فيها على أي نوع من الأثاث أو أي نوع من الأجسام التي يمكننا من خلالها تأريخ أو تفيدنا في الأبحاث الغرفة كبيرة نوعاً ما عندها مقايز تحى خمسة أمتار طول ثلاثة أمتار عرض وثلاثة أمتار فاصل أربعين متر عنو كذلك عندها الشكل المقبب المنحوط بعناية نجد في جهاتها الثلاث الشرقية الشمالية والجنوبية ثلاث كوات هذه كوات مخصصة مقايز تحى حوالي أربع سنتيمتر طول وخمسة وعشرين سنتيمتر بالنسبة للعرض وخمسة وعشرين سنتيمتر محفورة داخل الصخر التي كانت مخصصة من جهة الإنارة ومن جهة أخرى ربما كانت توضع فيها القرابين أو تمثيل تلك التمثيل الصغيرة التي كانت تمثيل الدينة في تلك الفترة هي نفس الطريقة نفس تقنية البناء التي نجدها خارج المعلم الأثاري حجارة ضخمة موضوعة بشكل متعاكس ومرصوفة بطريقة جدا متينة خاصة تلك التقنية التي تحدثنا عليها تقنية المخالب للربط فيما بين الحجارة على مستوى تلك المخالب يتم صب الرصاص لما يتأكدوا من صلابة ومتانة المعلم لا يمكن مشاهدتها في الجهة المقابلة وإنما يتم مشاهدتها للداخل هذه التقنية تتم لها الداخل لإضفاء اللمسة الجمالية للغرفة أو لواجهة الغرفة قلب البناء لم يعتر فيها الباحثون على أي شيء من الكنوز المزعومة والتي طالما تحدث عنها الناس نحن أمام النفق الذي تم حفره على مستوى الباب الوهمي الجنوبي هذا النفق ممكن الباحثين من الوصول إلى هذا الممشى ومن خلال هذا الممشى تم اكتشاف المدخل الرئيسي والغرفة الجنائزية إضافة إلى ذلك ممكن حفر هذا النفق من معرفة طبيعة التكوين أو طبيعة تقنيات البناء التي استعملت في هذا المعلم منها الداخل من كمنا نشاهدها هذه الحجارة المرصوفة بشكل جيد وبشكل رائع وبشكل فريد لا نجدها في غير هذا المعلم تقنية بناء هذه القبة ونسمى العقد العقد من خلال رصف حجارة من خلال رصف حجارة بحسابات معينة وبذلك يمكن رفع الثقل الثقل الكبير للمتواجد فوق هذه القبة على هذا المستوى كذلك نجد أثار الأصبار التي حفرت قبل اكتشاف هذا النفق أو قبل اكتشاف المدخل الرئيسي من خلال هذه الأصبار تم التعرف على وجود فراق داخل هذا المعلم ما أكد فرضية وجود أشياء مخبئة يخبئها لنا هذا المعلم التاريخي موسيقى هذه هي إحدى تلك التقوب أو الأصبار التي أجريت على نهاية المعلم من خلال هذه التقوب تم اكتشاف وجود فراق داخل هذا المعلم من خلاله تم حفر هذا النفق في الباب الوهمي الجنوبي موسيقى قد يشعر الزائر بشيء من الأسف والحيرة حينما يعتبر ذلك البناء الهائل العظيم الضخم وحينما يفكر بمشاهده في مساره هذا من دهليز ورواق وأشياء أخرى تستدعي الغرابة والانتهاشة موسيقى داخل هذا المعلم وفي هذه النقطة بالتحديد تم إقامة حفرية من خلال حفر النفق للوصول أو الاكتشاف ما يحوي هذا المعلم من أسرار من أسرار ونفس النفق الذي حفره من الجهة الأخرى في الغرفة الأسود لكنه لم يستكمل ولم يؤدي إلى نتيجة إلى أي نتيجة كما تشاهدون الآن هذا هو داخل المعلم مكون من حجارة كبيرة وهي عبارة عن واجهة واجهة لهذا النفق ما بعد هذه الحجارة الكبيرة نجد حجارة طبيعية تسمى بالردم موضوعة بشكل عشوائي وهي خليط من التربة وهذه الحجارة الطبيعية لملء تلك الفراغات أو لملء باطن المعلم ككل هذه الحفريات هي كالحفريات الأخرى التي وجدت النفق أو الثقب التي وجدها في الباب الجنوبي الوهمي الغرض منه هو اكتشاف ما يحمله هذا المعلم من خبايا أي ما معناه يمكن وجود غرفة سرية أخرى غير الغرفة الجنائزية التي وجدت لكن عملية الحفر نقدر قوله بعد بالفشل ما وصلت ذلك التصور أو ذلك الاعتقاد الذي كان فينا طريقه ترجمة نانسي قنقر من جهة أخرى طرحت تساؤلات ومشاكل عديدة حول الغرفة المركزية هل هي حقاً الغرفة التي وضع فيها رفاة الدفين وقد أبدأ اعتراضات كثيرة من قبل الباحثين لهذا الاعتبار منها ضيق المكان بالنسبة لدخامة المبنى وفقدان كل الهدايا الجنائزية التي توضع عادة في هذه الامكنة زيادة على الأن الأبواب المؤدية ضيقة جداً وإذا افترضنا أن الضريح كان يحتوي على رماد الجثث المحرقة فإن ذلك الرماد قد يكون موضوع في الكوات الثلاثة المنحوطة على الجدران كما يمكن أن تكون لأجل المصبيح والقنديل لا يزال إلى يومنا هذا الكثير يصدقون هذه الافتراضات والأسطير ويأملون أن يكون هذا الضريح حاملاً في طياته مفاجآت عجبة جاء باحثان آخران ليهما مارسل كريستوف وبالي لذان قاموا بعمليات عملية حفرية وفي نفس الوقت قاموا بعملية ترميم ترميم لهذا المعلم كانت على مرحلتين من سنة 1912 حتى 1918 اقتصرت على إزالة الأنقاذ وتبيان المعلم أو المجمع المعلم ككل من سنة 1918 حتى سنة ألف وتسعمية من سنة 1918 حتى ألف وتسعمية وخمسين خصصت لإيجاد الحجارة أو لاختيار الحجارة المناسبة الحجارة نقصد بها الحجارة التي كانت متناثرة هنا وهناك ولا تزال متناثرة هنا وهناك ولا تزال ولا تزال كون أعمال الترميم لم تستكمل هو سبب عدم اكتمال الأشغال؟ ما هو الترميم؟ غير معروف أحياناً في فترة الاستعمارية غالباً ما يكون السبب هو الميزانية المخصصة لهذه الأعمال على أي أساس تم ترميم الجزء المرمم؟ ترميم الجزء المرمم كانت هي سياسة متبعة منها خلال فترة الاستعمارية لإعادة تثميم كل معالم الأثرية وكل مواقع الأثرية للبحث فيها عن الجذور الجذور أو الأصول لشعب الفرنسي أو للمستعمارين الفرنسيين هذا ما نجده على مستوى كل على مستوى كل المعالم الأثرية أو المواقع الأثرية والبحث عن أجدادهم الرومان الذين يعتبرونهم أحفاد الرومان إضافة إلى ذلك كانوا باحثين أثريين يعني ما كانت عندهم تلك الإديولوجية نوعاً ما ما عندهم تلك الإديولوجية الاستعمارية لعل هذه الحفريات التي لا تزال آثارها ماثلة للعيان في عهدنا هذا خطيرة جداً لأن عملية الحفر كانت تقع عبر سخور عظيمة وضخمة للوصول لمركز المبنى ولم يجد الباحث الأثري فيها الغرفة السرية الخفية لكنه توصل إلى الهيكل الداخلي للضريحة تساءل الناس كثيراً في شتى الأزمنة حول حقيقة هذا المعلم التاريخي هذا الضريح الدخم هل حقاً كان يحتوي على كنوز انتهت منذ زمن بعيد أو أنه لا يزال إلى يومنا هذا يحتفد بسره في جوفه أساطير أدت إلى إلحاق الدرر الكبير بالضريحة حيث أن أحد الحاكمين الأتراك سنة خمس وخمسين خمسمائة وألف ميلادي أقبل على تدميره كله فلم يجد تحت أنقاضه الكنوز التي تحدث عنها العام والخاص باستعمال المدفع الذي لم يصل إلى أكثر من إلحاق بعض الأضرار بالباب الوهمي بالجهة الشرقية ما بقي من هذا المبنى الأمامي اللي كان شائع في المعالم أو في القبور التي تعود خاصة إلى الفترة البنية هو عبارة عن ساحة مبلطة كما رأينا نشوفه لكن في السابق كان ارتفعتها أكثر من هذا ما بقي منها سوى الفوندسيون لذلك الفرضية التي تحوم حولها هذه المبانية الأمامية كانت مخصصة بصفة كاملة للطقص للطقص الجنائزية قبل الولوج إلى المعلم أو للناس الذين لا يمكنهم الولوج إلى المعلم يقومون بطقصهم خاصة بهم في هذا المكان كذلك هذا المبنى الأمامي كان بعض الباحثين اللي داروا إعادة التصور هو إعادة التصور وجود لتماثيل خاصة بحيوانات خاصة الأسود منها كأنه وجود رسم أو نقش للأسود داخل المبنى إضافة لذلك يمكن كذلك وجود تماثيل لأليها كل الأبحاث تحاول الكشف عن سره ونزع القناع عن وجهه فمنذ أن عارف الناس داخل المبنى إلا وكان سؤالهم الوحيد علماء باحثين كانوا أم من عامة الناس هل يحتوي الضريح على غرفة خفية سرية وهل يخفي في جوفه كنوز؟ سؤال محرج إذ ليس لدينا من المعلومات ما يساعدنا على الإجابة عليها وليس لدينا من وسائل البحث إلا المعطيات التي نستنتجها من الطرق المتبعة في البناء أجريت منذ زمن بعيد عدة أبحاث أترية كانت أولا بطريقة فردية ثم أخذت الطابعة الرسمية كما ألفت عدة كتب تتحدث عن هذا المعلم وتحاول جاهدة الكشف عن السر المخبة داخل هذا البريح والترميمات التي أجريت كانت قبل الاستقلال من قبل المهندس المعماري والباحث في الآثار التاريخية كريستوفيل حيث قام بأعمال ترميم في واجهة الدريحة وكان لها أجمل الأثر وطبعا انبهار كبير من قبل الباحث والمهندس في تلك السخور التي نحتت نحتا فنيا دقيقا فالحجارة كانت تشد شدا وثيقا لتؤدي لعمل متقن لا متيل له أنجزته أيادي مهرة موسيقى معلم تحدى الطبيعة فصمت لقرون عديدة أثر إفريقي لا يخلو جماله عن البساطة والروعة بجلال وشموخ أثر من أجمل الآثار المادية التاريخية التي تركها الإنسان في شمال إفريقيا موسيقى شجرة باسقة كبيرة التفت حولها السخور الهارئة من الدريحة لتؤمن مكانا بديعا وسط هدوء وسكينة يفردها المكان موسيقى كان يا مكان في قديم الزمان وهذا قبل مولد سيدنا عيسى عليه السلام دار الحرب بين اجدادنا والرومان في هذا الامكان اليوم لو كانت روح تشوف تقول اضرب فيها البركان ما بقى منهم ولا بنيان قيد الحرب كان اسمه يوب الأول في ذاك زمان حبوا يحكموه ويجروها الروماء ولكن فضل يموت أهنى ولا يتهان ما تخلى وليده صغير بدون حنان الفراق صعيب يا إخوان أخذاوه الرومان في عمره خمس عوام رباوه معك ليوباترا الاثنين كانوا من الأيتام حبها وتزوجها رغم أنها كبيرة عليه بعوام رجعوا لبلاد اجداد واحكم فيها عوام بعد ما توفت زوج تبقى حيران وكان عالم كبير وفنان انفق مال كثير على قبرها اللي يشيدوا في هذا الامكان لا شك أن هذا الضريح ضريحة أسرة ملكية نوميدية أو موريطانية أنفقت أموالا هائلة في سبيل دفن أعضائها في إطار لا يختلف عن التقاليد والعادات السائدة في تلك الفترة بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هادي بلادي نلتقي في الأعداد المقبلة ومواضيع جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر